أحدثت تالي الكلمات التي قالها دونالد دارستيلينغ ملك فريق لوس أنجلس كليبرز لكوروتسلا والتي صنفت على أنها عنصرية أحدثت لحد زلزالا كبيرا في الوسط الرياضي للعبات الشعبية الأولى في الولايات المتحدة وكان موقع تي أمزاد قد نشر حديثا تليفونيا لستيلينغ مع صادقتي قال فيه لا تجلب أصحاب البشر السوداء إلى مشاهدة مباريات فريقي وخاصة ماجيك جونسون وآثرت التسجيلات العنصرية التي نشرت لستيلينغ غضب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أدان من العاصمة الماليزية كولا لامبور هذه الكلمات ووصفها بالعنصرية الفجح تصريحات استيلينغ التي نسبت إليه لم يثبت صحتها لكنها أثرت غضب عدة طرف بتأم من ماجيك جونسون لعبي الليكرز الأشهر في فترة الثمانينات وصولا إلى الكثير من اللاعبين والمدربين والإعلاميين يبدو أنها ستتجاوز حدود ملعب كرة السلة في قادم الأيام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا